اشتركوا في القناة 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 بالتداء شكرا بمعنى ان н مما شكرا من الضربدة بتسعة وعشرين مرة ولكن الحكومة قررت أن تمنع التعليم الحضوري في الضربدة ليست في زاقورة نمشول مدينة أخرى نمشول الداخلة الداخلة تجلت في 87 حالة علم أن السكان دي المدينة الداخلة 100,000 نسامة أي أن نسبة الإصابة هي 0.08% بمعنى الوضع الوبائي في الداخلة هو 8 مرات أفضاع ومن مدينة الضربدة نمشول مدينة أخرى تازة تجلت فيها البارح حسب البلغ الحكومي واحد استوتت الحالة والسكان دي المدينة التازة 148,000 بمعنى 0.0% من هذه النسبة بمعنى الحالة الوبائية في التازة كانت جوجه مرات أكثر من الضربدة ولكن لماذا الحكومة منعات يعني التعليم الحضوري في الضربدة بدون أنها تهيئة الرأي العام بدون أنها تخبر الناس بدون أنها تعطي معطيات لأن إلا كان يتمنع الحضوري يتمنع في هذا الموضوع التي كانت في الوضعية الوبائية أفضاعها من مدينة الضربدة إذن هنا الناس لا يفهموش يعني إحنا ماشي كنقوله يجب منع التعليم الحضوري أو يجب منع التعليم عن البعد هذا ماشي مقام دي المناقشة هذا الموضوع ولكن نناقش استخفاف الحكومة بمصالح الشعب المغربي واستبلد الحكومة للمغاربة على أساس أنها لا تشيركم في القرار بحل أنهم قطيع كتفق الصباح كتلقى القرار علاش لأن الحكومة ما عندهاش خطة يعني في إشراك الناس وفي تحضيرهم وتهيئتهم كما قلنا ولهذا يعني إحنا كنطلبهم الله سبحانه وتعالى أن لا يرفع لنا هذه الوباء لأن طبيعا إحنا ولفنا هذه الأوبيئة في تاريخ المغرب عشنا أوبيئة عشنا مجاعات عشنا أمراض والمغاربة النهضوا من الرماد ضد هذه الأوبيئة التي يعاشوها ولكن كنطلبهم الله سبحانه وتعالى أن يرفع لنا هذه الوباء دي الحكومة الخلاعة وهذه الجائحة دي الحكومة العثمانية لأنها هي أصلا لم تعد مصدر طمئنان ومصدر يعني راحة بالنسبة للرأي العام المغربي بل هي أصبحت أصدا يعني أنضوجي وأصبحت مصدر خطر وتهديد للصحة العامة النفسية بحكم هذا الارتجال الذي أظهرته الحكومة في تدبير جائحة كورونا